اشتركوا في القناة والكمبيوتر والنتائج والمقارنات ونريد في هذا اليوم ان نلعب لعباتهم ان نحسب معهم بعض الارقام لقد اجريت هنا بعض العمليات الحسابية وسنكملها معا في هذه الدقائق تقول الاحصائيات بانهم قد القوا على العراق في فترة العدوان التي بلغت حوالي 42 يوم القوا 88500 طن من المتفجرات هذا يعني 88 مليون و 500 ألف كيلوغرام من المتفجرات كم حصت الفرد مننا يا ترى من ذلك لو قسمنا هذه 88 مليون و نص مليون كيلوغرام من المتفجرات على الشعب العراقي الذي يبلغ 18 مليون نجد بانه هناك حصة للفرد ستبلغ 4 كيلو و 19 الكيلوغرام يعني كل واحد من عدنا الى حصة من الهدايا المتفجرة الامريكية التي القيت على وطننا تبلغ حوالي الخمسة كيلو لو وزعنا هذه على مساحة البلاد كم سقط على كل كيلو متر مربع ايضا ناخذ 88 مليون و نصف المليون كيلوغرام و نقسم ذلك على مساحة العراق يظهر لنا بانه سقط على كل كيلو متر مربع 199.3 الكيلوغرام يعني حوالي 200 كيلو غرام على كل كيلو متر مربع من مساحة البلد فمن الناحية النظرية انه لا توجد بقعة في العراق لم تسقط عليها متفجرات الاعداء وفي هذا الخصوص تقول صحيفة نيويورك تايمز الامريكية في تقرير لها من الظهران نشر في مثل هذا اليوم قبل سنة تقول ان عدد القنابل التي القيت على العراق يزيد على عدد القنابل التي استخدمت في الحرب العالمية الثانية تضيف الجريدة بان هذه الكمية من القنابل التي القيت على العراق والتي تزيد على ما القيت في الحرب العالمية الثانية هي في السبع طعش يوم الاولى من الحرب فقط نكمل العملية الحسابية على الطريقة الامريكية ونصل الى ارقام قياسية اخرى ستنشر في كتب الارقام القياسية الامريكية عدد الطلعات تقول الاحسائية ان هناك حوالي مية وعشرة الاف طلعات جوية شنت على العراق في اثنين واربعين يوم هي فترة العدوان ايام العدوان يعني باليوم الواحد بلغت الطلعات معدل يومي الفين وستمية واتساطعش غارة كل يوم الفين وستمية واتساطعش تدرون يعني كم غارة بكل دقيقة؟ نحسبوها اثنين واربعين يوم على اربع وعشرين ساعة باليوم يعني العدوان استمر الف وثمان ساعات الف وثمان ساعات هذا يعني ان لو قسمنا عدد الطلعات على الساعات يطلع ان كل ساعة كانت تنشن علينا مية وتسع غارات كل ساعة مية وتسع غارات بالدقيقة غارتين الا شوية يعني كل نص دقيقة كانت تشن غارة على العراق وهذا ايضا رقم قياسي يسجل لصالح الرئيس بوش الولايات المتحدة لا يوجد قوارل مع الناس العراقية ليلة اربعة شباط قصف العدو منطقة السكنية حيل اندلوس بالبصرة هدم اربع بيوت واربع اشخاص استشهدوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لنستمر في هذه اللعبة لعبة الارقام وخلونا نجري عملية حسابية ثانية قلنا بان العدوان استغرق على العراق الف وثمان ساعات الف وثمان ساعات هذه الالف وثمان ساعات سببت ضرر في اربعة وثمانين بالمية من البنية التحتية للاقتصاد العراقي يعني ضرت او دمرت منشآت مدنية وصناعية بلغت اربعة وثمانين بالمية والان نحسب شيء اخر عملية اعادة الاعمار مسيرة الاعمار متى بدأت بصورة الرسمية اقصد بصورة رسمية لان في الواقع كما شاهدنا ان بعض عمليات الاعمار كانت مرافقة حتى لايام العدوان بدأت عملية او مسيرة الاعمار بصورة رسمية اعتبارا من بداية الشهر الرابع الشهر الرابع يعني نيسان الف وتسعمية وتسعين واحدة وتسعين حتى نهاية شهر كانون اول الف تسعمية وتسعين واحدة وتسعين تقول الدراسات بان العراقيين استطاعوا ان يعيدوا اعمار تسعين بالمية مما دمره الاعداء تسعين بالمية كم استغرق هذا يا ترى من نيسان الف سعمية واحدة وتسعين الى كانون اول الف سعمية واحدة وتسعين تبلغ هذه حسب ما حسبتها قبل قليل خمستالاف وسبعمية وستين ساعة يعني استطعنا في خلال خمستالاف وسبعمية وستين ساعة ما دمره الاعداء في الف وثمان ساعات ان نعيد تسعين بالمية يعني اللي دمروه بساعة اعدنا اصلاحه بحوالي ست ساعات وانتوا ترفون ان التدمير اسهل كثير من البناء والاعمار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هذه العمليات الحسابية التي اجريناها معا هنا قد تكون مفيدة للكثير من الناس كي يطلعوا على بعض ما كانوا يجهلون وكذلك لكي يعرفوا بعض الحقائق ومنها حجم المنشآت التي كانت موجودة في وطننا والتي اعاد العراقيون اعمارها من جديد او كما قال المعلق السياسي الاستاذ عبدالجبار محسن في مقاله في هذا اليوم يقول لم يدهشني احد زملائي في الاعلام عندما قال ونحن نناقش برنامج الملف بانه فوجئ بعدد المشروعات التي انجزناها خلال مسيرة الثورة واكثر مما فوجئ بحجم الدمار واجزم يقول الكاتب ان كثير من الناس قد فوجئوا بما في ذلك بعض المسؤولين فاذا كنا لا نجيد الدعاية لانفسنا فحسب ام المعارك انها علمتنا بما شيدته لنا ثورتنا عندما نتحدث عن الدمار الذي اصاب الاحياء السكنية والمناطق المدنية فاننا بالتأكيد نتحدث بالدرجة الاولى عن بيوت الناس الامنين عن حياة الاسراء العراقية وعندما تتعرض حياة الاسراء العراقية الى الضرر والى التهديد والى الخطر فان من يحس بذلك اولا هي المرأة المرأة التي تحمل جانبا كبيرا من اعباء البيت خاصة عندما يكون الرجل مشغولا بالمهمات الاخرى التي يؤديها في سبيل الوطن في مثل ظروف العدوان عن دور المرأة العراقية نتحدث مع السيدة منال يونس رئيسة الاتحاد العام للنساء العراق مرأة العراقية مرأة معاصرة نمط حياتها واداء هذه الخدمات مبني على اساس توفر عناصر ضرورية اللازمة وفجأة تجد نفسها انها لازم تضوي وتدفي وتخبز وتطبخ على وسائل قديمة بيات بياتها تعرفها مهين لازم تنقل الماء لازم أن هذا الماء يصبح صالح للشرب لازم تغلي لازم وقود وهكذا من التعقيدات كان المرأة العراقية أنت تصدع إلى هذا التحدي ونضيف إلى أن المرأة هي كأم معنية بطمأنينة أفراد أسرتها من صغار وكبار وفي بعض الحالة طمأنت الزوج شخصيا وطمأنت على بيتها وأولادها فكثافة القصف وشدته وعدم انتظامه وأنه ما كانت منطقة مأمن بعد سبوع من الأدوان تقلل العراقية وما كانت منطقة آمنة كلها مستهدفة فكان عليها أيضا أن تكون قوية العزم وأن تظهر من ما يؤدي إلى بث الأمان في نفوس الأسرة وبالذات الأطفال طبيعي الاتحاد العام يسار العراق منظمة للمرأة هو على قرب كان على قرب منها الاتحاد من الأسبوع الأول للأيام الأولى والأسبوع الأول تيقن أنه موجود في مواقع يؤدي خدماته من خلال الزيارات التي قامت بها قاتل الاتحاد إلى كل فروع الاتحاد وأيضا ظهر أنه الاتحاد يعني مطالب أن يؤدي أدوار ما سبق إلى الداه حتى تكون في حسبانه طيب تعرضت مقرات الاتحاد أو أبنيتها أو منشآتها إلى الضرر في صفحتها العدوان العسكري والعدوان الصفحة الثانية الغدر والخير نعم عدد الأبنية اللي يعني إما حرقت أو هدمت 109 بناية نعم منها 13 فرق و83 شعبة اتحادية و13 مركز تدريبي في إنحاء العراق في إنحاء العراق نعم عدد السيارات اللي أتلفت حرقت 171 سيارة بتشكل 51% من أسطول السيارات العائد للاتحاد قسم منها مخصص لخدمة المرأة الريفية وللتدريب سيارات الأخرى الحقلية عدد الأجهزة والمعدات اللي أيضا دمرت 458 جهاز وماكنة متنوعة مختلفة تشكل 62% من حجم الأجهزة والمعدات الموجودة بالاتحاد والأبنية التي هدمت تشكل 60% عزمنا بإذن الله بعد أن توكلنا على الله أن نعيد بناء الشعب الاتحادية يعني كانت عندكم مسيرة إعمار أيضا ضمن الاتحاد نعم فتم إعادة البناء كان لازم من سيولة لازم من مال ونوين أن لا نكلف الدولة فلس وأن لا نطبن الدولة فلس واحد فتطعنا أن نعيد البناء جميع هذه الوحدات التي دمرت لشركة المعتصن وفرع كربلة وحيد إلى مقاول أما باقي المقرات اللي كما بينت 109 مقر يعني 107 مقر تم تنفيذه مباشرة من قبل رئيسة الفرع وهناك فروق مسيحات شون يعني تم تنفيذه هي راح تبنت ولا أشرفت ولا جابت لسوان يشتغله أول شيء لازم تهيئ المواد من يعني أبواب من يقدر نحن نشتري خشب جديد فنحن نأخذ المستعمل اللي ينباعب نص أمور أيضا أدد الكهربائية المطلوبة بعد ذلك تجدر تشبه تتحصل على زجاج أو تحصل على الطابق والاسمنت وتعرف أنا ذاك كانت المسألة صعبة جدا بشارة تتحصل على المواد بشارة تتصل تجيب المقاول اللي يبني ثم النجار ثم الكهربائي وهكذا هي التي تهيئ وتشرف على عملية التنفيذ وهذه الخبرة الأولى لقيلة الاتحاق في عملية العمال فوجئت الحقيقة وتفاجئنا بنفسنا أنه رفيقاتنا ممكن أن يكونوا بقاولات أيضا نحن مفتط إدارة أعمال إنشائية نعود مطيبة إلى معاناة المرأة العراقية بتأثير العدوان وبتأثير الحصار يعني نعتقد من الجوانب المهمة التي عند منها المرأة العراقية عمليات الولادة نعم الأوضاع في مستشفيات الولادة بسبب انقطاع الكهرباء بسبب شحة الأدوية هذا الجانب من الموضوع اللي يجيها المخاض يمكن مولدة ما موجودة في المنطقة لازم نوصلها إلى المستشفى أيضا المستشفى لم يكنت في البداية تعتبر الولادة حالة طوارئ لم يكنت تستقبل الولادات فشبثنا من خلال القيادة إلى أن تعتبر الولادات حالة طوارئ حتى يصير قبول النساء مثل ما تعرف بنوك الدم أصيبت بالضرر لأن كهرباء توقف فتعرض الدم إلى التلف لازم نسوي حملة مع الأجهزة المعنية وبالذات بنوك الدم العائدة للقوات المسلحة وحولنا كل وحدات في الاتحاد إلى مراكز لجمع الدم بدنا نحرك كل مجتمع حتى يجي يعني يتبرع بالدم أيضا فلازم نبثل طمأنينة بنفس الناس من خلال التواجد المستمر للاتحاد في المناطق السكنية وبالذات المناطق الشعبية النتيجة حتى يكون هناك صمود واستمرار الأزبال كانت تتكدس وكان لازم تنحرق هذه الأزبال أو تندفن مشكلة تحرقها كان صعب لأنه الفريزارات هي متفرغة بيها نعم نعم فكانت كلها رطبة فلازم نحفر ويصر حفر ويصر دفن هذا طبعا بالبداية كانت المشكلة ممكن نستيطر عليها هاي كانت اتحادية وفروحة تسوونها نعم واحدة من المهام بالبداية كانت المشكلة مقدور عليها بعد مرور أيام يعني امتداد الفترة أصبح طبعا غير مقدور عليها لأنه أكثر من كبرت هذه المشكلة فإذا أقول أنه يعني الاتحاد حاول أن يسد أو يؤدي دورة يعني يسد أو يوفر جانب نصور الحياة المدنية وما تطلع بعدها طيبة أنتوا معروفين بمحاولاتكم الأولى كاتحاد وكنساء العراق ومع النساء العربية حاولتوا كسر الحصار برحلة السلام رحلة بن خلدون والتي تعرضت إلى القرصنة الأمريكية وأنت شاهد عيان أنت كنت بالرحلة ما كنت معهم من بدايتها إلى نهايتها فنريد يعني الآن نعطي إلى المشاهدين شيء ملخص عما جرى كيف واجهت العدوان المباشر عليكم أنتوا أول من التقيت بالمعتدين الأمريكان وجها إلى وجه في سفينة أم خلدون فإذا أمكن نعطي صورة عن هذه المواجهة الأولى مع العدو نعم بدأ سماحت لي أن أتحدث عن الفكرة كيف بدأت مهمة جدا الفكرة بدأت بعد شهر واحد من وجود القوات الأمريكية أو فرض الحصار على العراق نعم خلال شهر واحد اجتمعت النساء العربيات نعم في علول في صنعاء حول هالموضوع أنه كيف تنصر النساء العربيات العراق نعم في مواجهة لقوى الشر وفي كسر الحصار وهناك كانت محاولة أنه الشيء اللي نخرج بأن يكون عملي نعم أن من يكون توصيات غير قابلة للتنفيذ فطلعنا بثلت توصيات واحدة منها تسيير سفينة وفي حينها قابلنا رئيس علي عبدالله صالح طلبنا من عنده أن يوفرنا سفينة فقال الآن صعب ظروف البلد أن يوفر سفينة بس إذا جدت سفينة أول شيء أولادي يكونون علامة هذه السفينة فقال أم طيبة حاولي تلقي النحال فقال أعملت رسالة لسيد الرئيس الله يحفظه وطلبت من عنده عندنا هاي الرغبة إحنا كنسة عربيات إذا سمحتونا بسفينة عراقية فأمر سيادت في حينو فالعادة أنتو خصص أفضل ما موجود لقد الإراق تحت خدمة المنساء العربية نعم وكان لازم تحضر هاي السفينة وبدأنا بدأت عملية التحضير من شهر العشرة إلى شهر اثنى عشر لازم ندئ الشخصيات المنسائية اللي حتشارك بيها يعني تمكننا بحمد الله وتعالى أن تتهيئ السفينة ويصعدون بها النساء وتنطلق من الجزائر وكانت في الأرض أثناء رسو السفينة يعني يوم تعبئة هائل في البلد اللي تحط به رسمي وشعبي إلى أن وصلت إلى يعني بورس سعيد تغيرت الصورة طبعا بدأنا بالحصار الأول اللي فتشت السفينة من قبل قوات المصرية دخلوا بيها فتشوها من قعرها من القعر وفتشوا داخلها شهي دورون يعني معرف الله بعد ذلك وصلنا إلى بورسودان كان أرز في بورسودان كان يوم أطلع رسمية علنة بمناسبة مرور سفينة ابن خلدون وكانت متعة قومية الحقيقة اللي يتمناها أي إنسان غير وفي عدن هكذا وفي الفديدة قبلها يعني كان أرسا عربيا يمجد القائد ويمجد العراق ويعلن عن رفض لأمريكا ولي يعني التواجد الأجنبي في المياه العرب طبعا نحن كنا متوقعين أن نحن نوصل إلى المياه اللي تواجد بها إلى بحر العرب وقوات التحالف فمعنا سيدات من كل الجنسيات كتبت اللافتات بالليل بكل اللغات قبل يوم جمعت كل الرجال ليلك الإنزال كلهم لحسر الإنزال بكرة ممنوع أي رجل يظهر على صفح السفينة نعم من خريق العمل اللي موجودين كل الرجال الرجال وأن أعلامين وفنانيين والكروب قلت لهم ممنوع لأي رجل أن يكون على سطح السفينة ساعة المنازلة هذا يوم نساء مع قوات التحالف قلت لهم لو شفوني جروني من راسي بالهوليكابتار ما حد يتقدم ويسحبني نعم وفعلا يعني بعد ذلك سمحنا فقط للمصورين لأنه الصورة نعم فجرا قبل الفجر بدأ الانزال كانوا ينادون أبو الخلدون يا أبو إحنا سفينة سلام إحنا ما يطبق علينا قرار 661 لأن إحنا مو عمل تجاري نحن مهمة إنسانية على كل بعد ذلك جمعت البوارج اللي بلغ عددها 15 بارجة من بينها ثمين حاملة صواريخ حاطوك حاطونا وبدأت الطائرات الهوليكوبتر وشكلها كان بشع جدا كانت أنا ذات أنا في القيادة في مقر برج القيادة فمن بدأت الطائرات حيوم رح نزلت صحية الناس اللي طبعا ناموا بملابسهم للتوقع إنه لحي يصير الإنزال فناديت أول شيء على الوضع العراقي اللي قام بعد ذلك فوصحها الوفود الأخرى هذا كل الكلام دقائق وصلنا على سطح السفينة ما أفعل ما بالسطحة أعتقد أنا كنت بالخامس أو الثامن لا أذكر أحد السطوح اللي هي كان لازم تنملي بالنساء حتى يتعرقل عملية الإنزال وفعلا عقلناه فنزلوا بال مثل ما إن أراض جزء من المشاهل بالتلفزيون فكان المنظر مالهم مختارين ذولا يبدو جنود المارينز طوال وضخمين سابغين وجنهم بدهان أسود أين حمرة مصبوغة أين زرق الحليف أبيض مع ألتش مضغو بطريقة بشعة ويصدرون أصوات مثل الخنازير فصار نوء من الرجفة أو الرد مفاجئة فكان لازم نفذ الخطة الخطة هي منعهم من الوصول إلى برج القيادة أو إلى غرفة الراديو عرقلت وصولهم أدنى إحنا درجات على السطح وأدنى أبوات تدخل على السفينة وددت نفسي لأول مرة أن أمسك أحد الدرجات وبدأت عملية الضرب بمختلف الأشكال وقنابل مصيدا في محاولة أن يشلعون من الدرج بعد ذلك يبدو تعاونوا على يثنين منهم ورموني أخذت أخت أخرى مكان لأخت ناصر السعدون وثم أخرى وأخرى وهكذا كانت النساء العبادة بأجسادهم يحولون دون السيطرة على السفينة بعد ذلك تمكنوا بعد ساعتين إلى الربع تمكنوا من السيطرة على السفينة سيطروا عليها قطعوا التهوية قطعوا النور عنها ثم بدت طبعا نصر حالات اختناق وربو بلغت الإصابات أثناء ساعتين إلى الربع الصدام المباشر مبارك بيننا وبينهم 75 أصابة بعد الخنقة داخل السفينة صار الكل مصاب بحالة الأختناق مدى التفاوض بيننا وبين قائد القوات الإنزال اللي أبدأ أول شيء أسفه أنه يسوه يا برد أنتم ما لقيتوا شيء يعني الآن وراء ما تأكدتوا كانت معايا سيدة أم ناصر والسيدة فيويليامز من الواقع المتحدة الأمريكية أنه أنتم الآن تتقنتوا ماكوا شيء بسفينة منهم أطلقوها تسير قالوا إنتوا أتكم ثلاث خيارات اللي سبقوا أنقيلت قلنا إحنا أسرى فلا خيار لنا إحنا خيارنا البصرة ونحن الآن أسرى فاختاروا لنا ميناء قالوا بعد ثمان ساعات نختار لكم الميناء الإنزال يوم ستة وعشرين إلى يوم أربعة واحد استمرت لثمان ساعات كانوا يراقون خلص كل شيء أدنى خلص المي الصالح للشرق ونشرب مي مخصص للغسيل دواء ماكوا غذاء محدود جدا احتياجات الأطفال محنودة جدا وبدت أدنى تتأزم حالات المرضى خصوصا كبار السن اضطرنا نسلم سيدة يابانية أمر 75 سنة بروفيسورة القوات حتى نوقف حياتها وسيدة سويدية أيضا أصبت بجلدة قلبية وتيبس أيضا اضطرين ونسلمها وطبعا ورما نطلب نجدة منهم بيومين يصل إلى حرفة الموت طبعا لها الفترة فترة الحصاب قمنا بعمل سياسي من داخل السفينة ما سأقول أنه كان أدنى تليفون واحد ننشغل تليفون ننشغل تلكس وننشغل حتى تتصال مع أم قصر ثلاثة استخدامات ما كانت أدنى جفرة حتى نتصل ناخد توجيهات اتصالاتنا كانت مكشوفة كان يعني لابد من تحرك سياسي وفعلا تصلنا ورسلنا لكل منظمات الإنسانية حقوق إنسان وصليب أحمر وحتى جمعيات الدفاع ربما عن حقوق الكلاب يعني ما خلينا مؤسسة ما ناشدناها لم يجيبنا أحد أقمنا شكوى على الحكومة الأمريكية كلفنا من السفينة الوزير الدفاع السابق الأمريكية يمزك لها قدم أول شيء شكوى لدى محكمة العدل الدولي قالت إحنا ممحل نظر في هذه الشكوى ثم اشتكينا الإدارة الأمريكية وإحنا على ظهر السفينة نتصل نعم عن طريق الهاتف نتصل لنقيم الشكوى إنه إحنا لا يطبق علينا قرار 661 فالتسس السفينة كل شيء ما لقيتوا بيها ممنوع شنو مبرر حصرتنا قلتونا بعد 8 ساعات نقولكم ما نقلتونا إحنا حالتنا هكذا فإجانا قبل ما يسمحوننا يعني قبل يوم أربعة الخبر من الإدارة الأمريكية إنه قرار أربعة 12 أربعة واحد أربعة واحد يعني جوز يوم ثلاثة أو اثنين واحد يجل خبر من إنه تشيني دازرسها لجواب الإدارة الأمريكية إنه ليس أمام السفينة إلا أن تأود من حيث أتد يوم أربعة قالوا يجهد المصير من المصير إلى ميناء قابوس حصلنا لكم موافقة نعم طيب مشين يوم أربعة وصلنا ظهر اليوم جمعة نعم ثلاثة ثلاثة شنو جايين يا أبو إحنا بنخلدون قلتونا تعالوا الحواء طبعا ويانا تمشي البارجات والطائرات هل هي طول هذا الوقت هي تحوم حاولنا وصورنا يعني ما أفعلك الصرف هو كم مليار على حسار هذه السفينة نعم نعم المهم بعد ذلك يا بل أغراب انتصلت بالسفير السفير العراقي تصل لي بالسفراء العرب اللي ألهم يعني ناس يمثلون في عمان في عمان وفعلا السيد السفير والسفراء العرب تبسطوا وبقوا ننطون رصيف نرسي عليه فرسينا من الوحدة ظهرا إلى الوحدة مساء قالوا تتركون قدرنا نزود بالمي قليل من الأدوية وبعض الغذاء لأن الناس قمت صرقها حساسية لا خضرة ولا ألبان اللي قدرنا نوفرها من المواد الغذائية ورجعنا مرة أخرى نسحبنا وانتركنا في أرض البحر نواصل اتصالاتنا السياسية مع الحكومة العمانية ومع الأمم المتحدة نعم فبدأ يومك مصطعش يقرب وبدأ الإعلام يشتد الناس بالسفينة تسمع نعم ولم يكن الوصول من يعني الخليج العربي سهل لأن كانت منطقة ملغومة وكنا نمشي بعون الله وتعالى وهادينا القرآن الكريم غالبيت من رسول السلام ختموا القرآن كاملا وهناك من ختم عدة مرات أنا شخصيا دفتحلي أخذت ممرة واحدة فقط رافقني وكل ما نمر بضيقة واختناق أفتح القرآن الكريم وأقرأ لي وللكابت أو للأخت أم ناصر وكلهم لنستشير القرآن الكريم ماذا يقول لنا رب نعم فكانت دائما كلام الله أن أنتم ناجين فكان هو المرشد وهو المعين وهو المقوي كانت يومين حلقات ختم القرآن حلقة في السفينة يختم أجزاء نجينا وعدنا بحمد الله سالمين طويل وقت بالسفينة كنت لازم أتخذ قرارات عن ورد العراقي فشت أقولهم أحنا الآن أحنا صدام حسين نعم نفكر بطريقة التي يفكر بها ونتخذ القرار بذات الشجاعة التي يتخذ بها صدام حسين القرار لنمعدنا أحنا أي اتصال جميل فكنا متحملين المسؤولية تتخاذ القرارات متى وصلت من البشرة أي أمكان وصلنا يوم مساء يوم 14 يعني يومين قبل بداية وصلنا إلى بغداد صباح يوم 15 إلى بغداد و16 إلى 17 بدأت الحرب لنبقى مع الإحصاءات والأرقام هذا الملف الذي أصدرته وكلة الأنباء العراقية والذي لم يحتوي إلا على أسماء الأماكن المدنية المتضررة وتاريخ الإصابة مجرد تسلسل لأسماء ومع ذلك احتلت هذه الأسماء حوالي 90 صفحة لنرى ماذا أصيب مثلا في مثل هذا اليوم أربع عشباط ألف وتسعمية واحد وتسعين أربع عشباط أربع عشباط ألف وتسعمية واحد وتسعين في هذا التسلسل الإسمي فقط بلغت الإصابات المدنية في مثل هذا اليوم قبل سنة 36 إصابة في أماكن معروفة ومسمات وقد نقلنا بعضها وسجلنا هنا على لوحة الإصابات المدنية والتي كما ترون متنوعة مصفة استماوة للمرة 25 ضربة ومشروع الأحزمة الناقلة في البصرة السائل البصرة ساحة العامل عمارة ليلة خاتون في بغداد معمل إسفلت فرع الشركة العراقية لتصنيع التمور وتسويقها في بابل سد الرمادي روضة أطفال معمل بيبسيكولا آليات جسور جوامع منشآت نفطية سد الكوت الإروائي وغير ذلك كثير وجسور بالتأكيد جسور كل يوم كانوا يصيبون الجسور ليقطعوا الاتصال بين الناس لنركز الآن على جسر النصر الحديدي في مركز النصرية الذي أصيب في مثل هذا اليوم قبل سنة للمرة الثالثة سنشاهد فيما يلي التدمير الذي لحق بالجسر والإعمار الذي حققه العراقيون ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 دعونا في النهاية نستذكر بعض الارقام التي وصلنا اليها من خلال هذه اللعبة الحسابية بلغت حصة الفرد العراقي من المتفجرات التي القيت خلال فترة العدوان 4.9 يعني حوالي 5 كيلوغرام لكل فرد والغارات الجوية التي بلغت 110 غارة جوية في خلال 1008 ساعات بلغت يعني غارة جوية علينا في كل نصف دقيقة وقد استطاع العراقيون في ظرف 5760 ساعة ان يعيدوا 90% مما خربه المعتدون كم يترى من الارقام القياسية التي ستحسب لصالح الشعب العراقي في كتاب الارقام القياسية لجينس حجم العدوان 33 دولة عدد المتفجرات واوزانها التي القيت على وطننا عدد الغارات حجم التحالف ضدنا وشراسته واكثر من ذلك والارقام القياسية سيأخذها الشعب العراقي لصالحه في قياس الصمود والتحدي والاصرار على الحياة وعلى اعادة اعمار ما خربه الاشرار اشتركوا في القناة